السلام بكم مشاهدين في هذا اللقاء مع دكتور جمال أبو الورد وأسرته في هذا اللقاء الذي سيحكي لنا فيه عن قصته مع الجنسية التركية بحكم أن هذه الأسرة هي أول أسرة سورية تحصل على الجنسية التركية أهلا وسهلا بك دكتور جمال أهلا وسهلا ومرحبا بكم نورتم تركيا دكتور جمال لو تحكي لنا في البداية أنت حصلت على الجنسية التركية بعد قصة يعني ربما تكون قصة لطيفة وأيضا قصة نادرة أن تحدث في تركيا لو تحكي لنا كيف حصلت على الجنسية التركية بالنسبة للجنسية التركية طبعا نحن أولا إلى نحصل على الجنسية هنا في تركيا قبل سنتين هناك مادة في القانون التركي هي 5091 يحق لرئيس الجمهورية منح الجنسية التركية لكل من يساهم في بناء ورفية الدولة التركية أو الأمة التركية وأنا كوني عالم الرياضيات ومكتشف 42 قانون وقاعدة سابقا في سوريا وهي مسجلة ومعترف فيها وأول حاصل على الملكي الفكري في سوريا ومنزل ومعرف عني في المناهج الدراسية وعندما وصلت إلى هنا إلى تركيا قمت بإعطاء بعض المحاضرات للأخوة السوريين والأخوة الأتراك وقد وصل هذا الخبر للسيد الرئيس أردغان حفظه الله عن طريق السيد الوالي والمفتي وغير ذلك وبعد ذلك طلبوني وتم منحي الجنسية التركية مع عائلتي تكريما وتقديرا من الرئيس أردغان للعلم والعلماء طب دكتور هل هناك حالات أخرى مثل حالة حضرتك حصلت على الجنسية التركية من خلال استثناءات أيضا من اللاجئين السوريين تحديدا؟ بالنسبة للجنسية التركية حقيقة الشارع السوري إن كان في الداخل أو هنا في تركيا ينهاجسه وحديسه كله حول منح الجنسية التركية هناك الآلاف من تقدموا الآن إلى المديرية الهجرة والجوازات من أجل الحصول على تركيا وتجريد جنسية تركيا وهناك دراسات لكن لكن فعليا لم يتم المنح إلا لعائلتي أنا وعائلتي وعازف بيانو وهناك طفلة يعني لعب الطاولة في الرياضة في برصة فقط أم في تركيا بشكل عام؟ في عموم تركيا هناك توجه حكومي هناك توجه حكومي من أجل منح الجنسية التركية لأصحاب الكفاءات من السوريين والأخوة العراقيين تقدم الآلاف من المدرسين والأخوة المهندسين والأطباء لنيل شرف الجنسي تركي لأن هذه الجنسية شرف ونحن نعرف الآن أن تركيا هي تمثل الضمير الحي والإنساني لكل مواطن ليس للسوريين أو العرب لكن هي الآن أصبحت قلعة وحصن وملجأ لكل من يعاني من الظلم والإضطهاد كل مظلوم في العالم نجده الآن يجد أن قلعته وبيته وقلبه هو تركيا تركيا هي حقيقة وصدقا هي القلب الدافئ لكل إنسان يعني لكل إنسان عانى من الظلم وكل إنسان يطمح إلى الإنسانية الآلاف من الأخوة السوريين تقدموا من أجل الليل الجنسية لكن هناك دراسات وهذه الدراسات في البداية هي دراسات أمنية لابد منها نحن نعرف قلنا أن تركيا هي الدولة التي نعتز أننا أصبحنا من مواطنية وهذا الشرف الكبير فتحت أبوابها لكن هناك من دخل إلى تركيا تركيا فتحت أبواب من الجانب الإنساني لكن هناك بعض من كانوا متسوسين لا يريدون الخير لا لأنفسهم ولا لتركيا لذلك كان من الواجب أن تقوم الحكومة التركية بإجراء هذه الدراسات كي تلفز هؤلاء لأنهم سوف يعودون بالشر على أنفسهم وعلى تركيا وعلى الأمة بشكل عام طيب دكتور حدثت أن هاجس اللاجئين السوريين هو الحصول على الجنسية التركية وما إلى ذلك بحكم أنهم متواجدون هنا الآن طيب هل هناك شروط بعينها وضعتها لحكومة التركية من واقع خبرة حضرتك بخصوص تواجدك مع اللاجئين السوريين وكذلك حصولك على هذه المنحة الاستثنائية أو ما إلى ذلك هو لا يوجد في الدنيا أغلى من الوطن هذه الحقيقة نحن نعيش هنا ونفتخر أن نفخر أن أصبحنا أتراك وأنا أقول أينما رفع للإسلام يعلم فهو وطني وأينما كان هناك نظام أو دولة تحمي الإنسان والإنسانية ونشعر بإنسانية أننا ناس مكرمين يكون هذا الوطن لنا بالنسبة لهاجز جنسي لأن الأخوة أخوتنا السوريين يعانوا من إجرام حقيقة غير مسبوقة على مر التاريخ قصف يبحثون عن مكان آمن وملاز آمن لهم وملجأ كي يتخلصوا من القصف ومن العدوان الروسي المسمر والإيراني وقصف النظام يعني لم تبقى أداة أو وسيلة الإجرام إلا وقد تم تجربة على هذا الشعب البطل في سوريا بالنسبة لهذه الجنسي قلت هي الهاجز لماذا الهاجز؟ لأن هناك لا بد من الحياة أن تسير ونحن الآن في عصر تراكم المعارف إن كان في المجال الاقتصادي أو العلمي الطلبة يريدون أن يتابع وتحصيلهم العلمي الذي قطعوا به والعامل والتاجر لكن إذا أراد أن يتابع مسيرة حياته لأن الحياة لا تتوقف يجب أن يخضع أو يكون تحت مظلة هذه الدولة وإذا أراد أن يكون تحت مظلة حكومة تركية ويتابع استثماراته وتعليمه أو في أي مجال من المجالات لابد أن يكون يحصل على المواطنة لأن الحماية واحدة لا تكفي تستمر الحياة نعم من أجل استمرار الحياة ونحن متفائلين يعني سنبقى ونحن لا نعرف اليأس أبدا هذه حقيقة يعني لا نعرف اليأس والحياة تنبض في قلوبنا يعني نحن وأطفالنا وأحفادنا نريد نطالب دائما نحن شعب لا يموت الأمة الإسلامية في على مر التاريخ والحضارة الإسلامية والشعب العربي أقول نحن أصحاب مبدأ وأصحاب فكر وأصحاب حضارة ونحن دائما الأمة تمرض لكن لا تموت طيب دكتور ننتقل الآن إلى الأستاذة صبا نداف زوجة دكتور جمال أهلا وسهلا بك أستاذة صبا أستاذ صبا يعني متى حصلتم على الجنسية التركية كيف اندمجت مع المجتمع التركي ما هي المدة التي قضيتها هنا حصلنا على الجنسية التركية منذ سنتين طبعا وتم الاندماج بسرعة وانسيابية وتآلف نتيجة الترحيب قبل دخولنا للتركية والإعلان عن أنهم هم الأنصار ونحن المهاجرين هذا دفعنا إلى الراحة النفسية ومن ثم الاندماج كانوا أخوة وأفضل أخوة طبعا قدموا لنا الكثير شيء لا يمكن أن يعد من الحالة النفسية إلى الإمكانات المادية والمعنوية فشعرنا أننا في بيتنا الثاني ووطننا الثاني هم أخوة أعزاء يعني نتمنى أن نستطيع أن نرد الجميلة لهم إلا أنهم هم يقومون بما يملي عليهم ضميرهم وإنسانيتهم فكانوا نعم الجيران ونعم الأهل الاندماج الآن نتعلم لوال تركية بالنسبة للتعلم كي نختصر على أفسنا الصعوبات الحمد لله أولادي أتم التعليم بشكل كامل وهم الآن في مستوى جيد جدا إلى الممتاز في المدرسة أنا ما بين الجيد ويعني الجيد جدا أحاول يعني أحاول وقد تقدمت بطلب مسابقة لتعييني كمعلمة تركية من أجل أن يستفيدوا هم مني في اللغة العربية لأنهم بدأوا بخطة إدراج اللغة العربية وكلغة ثانية مهمة في الدولة من أجل أن يستفيدوا منها ويدمجوا الحضارتين الإسلامية مع العربية كي يولد جيل بفكر جديد وعقيدة جديدة ربما إن شاء الله تعود بالأمة الإسلامية إلى حضارتها ورسالتها إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ الصبع بهذا مشاهدين يكون لنا أو كان لنا هذا اللقاء من مدينة برصة مع أسرة الدكتور جمال أبو الورد شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم